من ضمن الأسئلة المهمة التي وردت إلينا في مسألة الغسل هو سؤال عن مات وهو يجامع زوجته يعني أثناء العلاقة الزوجية مات وهو في هذه العلاقة فالزوجة تسأل يعني إي حكم زوجي في هذه الحالة هل هذه حسن خاتمة أم سوء خاتمة فبداية يعني أحب أن وضح أنه هنا لا يجب عليه على هذا الرجل غسل وإنما يجب على الحاضرين من المسلمين أنهم يغسلوا غسل الميت زي ما ذكرنا قبل ذلك أن الأسباب التي توجب على الإنسان الغسل خمسة منها الموت لكن ليس على الميت وإنما على من حضره من المسلمين هذه النقطة الأول النقطة الثانية هل هو كان يفعل شيء حلال أم كان يفعل شيء حرام هذا الرجل هل كان يفعل شيء حلال أم كان يفعل شيء حرام إذا كان حلال فنحسب أنه حسن خاتمة أو نحسب أنه على خير طب إن كان يفعل شيء حرام والله هنا في هذه الحالة خلاص يبسو خاتمة وهو في الأول والنهاية على نيته يبعث على نيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الرجل كان يفعل فعلا مباحا له وهو الجماع مباح له نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه يوما أنه في بضع أحدكم صدق عندما كان يعدد الصدقات سبحان الله والحمد لله صدق صلاة الضحى إخراج جزء من المال كل هذه الصدقات كان يعددها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب وكان من ضمن هذه الصدقات وفي بضع أحدكم صدق فقال رجل يا رسول الله يأتي أحدنا أهله أو يأتي أحدنا زوجته أو امرأته يكون له في ذلك أجر يعني العلاقة التي تحدث بين الرجل والمرأة في فراش الزوجية بنكاح صحيح يأخذ عليها أجر هذا أمر طبيعي لأنه فطرة فطرها الله عز وجل في بني آدم أن الرجل يميل إلى المرأة والمرأة يميل إلى الرجل فهذا الميل إما أن يكون في حلال وإما أن يكون في حرام فالواحد لما يأتي زوجته يا رسول الله يأخذ على ذلك أجرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه في ذلك وزر يعني لو راح ارتكب هذه العلاقة مع امرأة في الحرام الزنا أله في ذلك وزر قالوا بلى يعني خلاص هيأخذ زن ويكون زنا ولو في أربع شهود يجب عليه إقامة الحد موال كبير جدا فقال فكذا لو وضعها في حلال فله في ذلك أجر فمدام الإنسان يأتي زوجته أو يأتي أهلهم وينوي أن يأخذ على ذلك أجرا ثم مات وهو في هذه اللحظة نحسبه بإذن الله عز وجل أنه حسن خاتمة لأنه يفعل في ذلك أمرا من باب الصدقات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فليس في ذلك أمر أما من ناحية الاغتسال فقلنا يجب على من حضره من المسلمين هذه بعض الأسئلة أو معظم الأسئلة التي وردت إلينا على حلقات الوضوء والاغتسال حبيبنا نحن نتشاركها سويا وأيضا نرجو منكم أن تشاركوها لغيركم للمعرفة وللعلم بهذه الأحكام التي تهم كل مسلم وكل مسلمة وأيضا مرة أخرى أذكركم لنأخذ على ذلك أجر نظر الله وجه امرئن سمع مقالتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله وجه امرئن سمع مقالتي ليست مقالة السيد الشرقاء وإن مقالة النبي صلى الله عليه وسلم حكم فقه حديث نبوي تفسير آية أو معلومة تفيد الناس في حياتهم الدينية والدنيوية رحم الله امرئن سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها كما سمعها نراكم مرة أخرى إن شاء الله قريبا على قناة المجلة